أقامت مدرية الثقافة بالتعاون مع جمعية صفصاف الخابور الثقافية معروا للخط العربي وفعاليات ثقافية في المركز الثقافي العربي بمدينة الحسكة احتفاء باليوم العالمي للغة العربية احتفال بمناسبة عيد اللغة الأم واحتفال عالمي ونحن كمؤساة ثقافية على مستوى قطر العربي السوري أتدنا حتى في زمن الحرب نحن نحتفل بهذه المناسبة هذا المعرض هو جزء من عدة فعاليات ثقافية وفنية أقامتها جمعية صفصاف الخابور بالتعاون مع مدرية الثقافة وذلك في إطار الاحتفال والمشاركة باليوم العالمي للغة الأم هذا اليوم يعبر عن اهتمام الشعوب بلغاتها الأم بما لهذه اللغات من دلالات وروابط ثقافية وحضارية واجتماعية المعرض جميل جدا بمشاركة خطاطي الحسكة لنتنوع بكل أنواع الخط العربي مجموعة من اللوحات تقنيات مختلفة فيها التشكيدي فيها القصبة فيها مجموعة من التقنيات أتمنى دائما تتكرر هل المعارض من أهميتها لأنه أدنى موروث حلو وجميل ورائع نحن نفتخر بلغتنا العربية وهي أم اللغات في العالم حقيقة ولجمالية اللغة العربية يكسبها جمالا الخط العربي حيث الخط العربي أنواع متعددة من الفارسي جل الديواني ثلث وضم المعرض الذي شارك فيه تسعة عشر خطاط يمثلون تجارب مختلفة لفنانين محافظة أعمالا فنية للخط العربي وزخرفته بمختلف أصنافه ومنها الخط النسخ والديواني والكوفي والثلث والعثماني إضافة للمسج التشكيلي بالخط العربي أحمد الحمدوش للإخبارية السورية الحسكة